جيداً جزيلاً، أنا هنت خالص، أليس الإنجليزية في الأكثر ساكندري سكول لبنائك، هذا هو الأكثر سكثر بريماري مساء الخير، أنا هنت خالص حسين، مدرسة اللغة الإنجليزية في ثانوية الأقصاء الأهلية للبنين، هذا الدرس للصفة السادسة الأبتدائي درسنا لهذا اليوم هو للوحدة السادسة الدرس الرابع عنوان الدرس لنكون آمنين في المنزل في درسنا لهذا اليوم رح نتعرف على أنواع الحوادث وكيفية تجنبها درسنا لهذا اليوم الحوادث في المنزل الحوادث في المنزل معظم الحوادث تحدث في المطبخ من الذي يتعرض للحوادث أكثر؟ الأطفال تحت عمر الأربع سنوات هم الفئة المعرضة أكثر للحوادث في المنزل لماذا الأطفال يتعرضون للحوادث في المنزل؟ الأطفال الأصغر سنن لا يعرفون أو لا يعلمون حول خطر حول الأخطار لماذا؟ لأنه because they have not learned about the world around them لأنهم لا يكون لديهم علم بالعالم المحيط حولهم هم يرون الأطفال الأكبر سنن والبالغين أي بمعنى الكبار doing things and want to copy them يعني يشوفون بما معنى شاهدون منهم أكبر من عندهم فيحبون يقلدوهم لأن مثل ما نعرف إحنا الأطفال يميلون إلى تقليد الكبار لهذا they want to copy them copy means يقلد keep the electrical devices away from children فلهذا ابقي الأجهزة الكهربائية بعيدة عن الأطفال ليش؟ لأن الأطفال يعني لا يكون عندهم علم بمخاطر الكهرباء أو الأجهزة الكهربائية فلهذا لا سمح الله يكونون معرضين للخطر أكثر من غيرهم فلهذا يجب إبقائها بعيدا عن متناول أيديهم Types of accidents أنواع الحوادث Falls السقوط Burns الحروق accidents with knives and glass الحوادث مع السكاكين والزجاج other dangers والأخطار الأخرى نجي أول شي على Falls على السقوط Falls are the most common causes of accidents at home Everyone should be careful on the stairs السقوط هو أحد الأسباب الشائعة للحوادث في المنزل كل واحد يجب أن يكون حذر على السلالم يعني أنه إحنا أيضا تأكيد كل واحد شايف أنه أكثر الحوادث تكون على السلم يعني على الدرج واحد دا يصعد منك يعني تنزلق رجلة يوقع يسقط أو دا يصعد أيضا في كل حال فلهذا الواحد لازم يكون حذر لما يكون هو على السلم على الدرج في حال الصعد أو النزل شوفوا Like this pictures مثل هذه الصورة Bears الحروق Children get burned because they touch fires or hot things الأطفال يحترقون يعني صرعدهم حروق ليش because they touch fires or hot things لماذا لأن يلزمون النار أو الأشياء الساخنة الحارة ليش لأنهم ما عندهم علم مثل ما قلنا Young children must not be left in the kitchen by themselves فلهذا الأطفال الصغر لا يجب تركهم في المطبخ بوحدهم لماذا لأنهم يكونون غير مدركين للأخطار التي تحدث من حولهم وخاصة فيما يخص النار وخطرها فلهذا يكونون معرضين للحروق أكثر من غيرهم فلهذا لا يجب تركهم في المطبخ وحدهم لازم أحد يراقبهم accidents with knives and the glass حوادث مع السكاكين والزجاج sharp knives must be kept away from young children السكاكين الحادة يجب أن تبقى بعيدا عن متناول يد الأطفال الصغر glass caps and mugs break very easily يعني ما معنى الأكواب الزجاجية والكؤوس من السهولة كسرة يعني بسهولة تكسر عن ديانك تشيل درنك كان كذي مسياس بسهولة أنه تنكسر فلهذا الأطفال الصغار يجرحون أنفسهم بواسطتها ليش نحن مثلا نعرف قزاز زجاج إذن كسر كأس أو كوب قزاز كان أكو طفل ممكن لا سامح الله يأخذ قطعة من هذه ويجرح نفسه بدون قصد ليش لأنه لا يعرف المخاطر التي حوله المخاطر الأخرى يجب إبقى الأدوية ومواد التنظيفة المنزلية في أماكن آمنة وبعيدة عن متناول يد الأطفال لأنها جدا خطيرة ليش لأن أطفال ممكن يعني لأن ما يعرفون مخاطر هذه لا الأدوية ولا مواد التنظيف مثل ما نعرف يعني يكونوا جدا ملونين الأطفال تجذبهم شكلها أو ألوانها فلهذا ممكن يروحون يأخذون الدو يشربوا عبالهم لقبة عبالهم عصير أو مواد التنظيف أيضا مثل ما تعرفون موجودة منها ألوان وأشكال مختلفة ومليئة بالألوان فلهذا أيضا أطفال ممكن يجذبون لهذه الألوان ولهذه الأشكال ويأخذوها ويصير حواد فلهذا هذه الأشياء يجب إبقاءها في أماكن لا يستطيع الأطفال الوصول إليها وأماكن آمنة المعاني الجديدة نأخذ المعاني الجديدة اللي وردت في هذا الدرس let's be safe at home means لنكن بأمان في المنزل accidents حوادث kitchen مطبخ bathroom الحمام stairs الدرج أو السلم وذا نضيف الهأسي stairs يتصير الأدراج أو السلالم young children الأطفال الصغار danger الخطر learn تعلم the world العالم older children الأطفال الأكبر سنن adults البالغين copy يقلد electrical devices الأجهزة الكهربائية falls السقوط causes أسباب be careful ينتبه bears الحرق touch يلمس fire نار knives السكاكين glass الزجاج sharp حاد kept away تحفظ بعيدا cut يقطع أو يجرح medicines الدواء أو الأدوية now we come to my magazine stay safe on my on your pike اليوم احنا درسنا كل نحكي بي عن انو الحوادث ممكن اصير فهنا هنك شو ممكن تكون انت آمن stay safe on your pike هنا عدنا my magazine my magazine means majority stay safe on your pike ابقى آمنا على دراجتك الهوائية bike means دراجة هوائية مثل ما هذه موضحة في هذه الصورة listen and read can you show this person what he tell us ماذا يخبرنا هذا الشخص bike riding is fun and healthy ركوب الدراجة الهوائية مسلي وصحي but remember that a bike is not a toy ولكن تذكر بأن الدراجة الهوائية ليست لعبة you must follow some rules to help you stay safe انت يجب ان تتبع بعض القواعد لتساعدك للبقاء آمنا first let's look at your bike is your bike safe اولا لننظر الى دراجتك هل دراجتك آمنة safe riding rules قواعد الركوب الآمن follow these safety rules when you ride your bike اتبع هذه القواعد الامان عندما تركب دراجتك number one before getting on your bicycle you should check that it is ready to ride let's check these five things قبل ركوبك على دراجتك you should check يجب ان تفحص بانها جاهزة للركوب let's check these five things فلنفحص هذه الخمس اشياء brakes هذه 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 تدعى brakes يعني شنو المكابح handlebars this is called handlebars seat هنا هذي مثل ما موضح هو بين اللي هو مكان الجلوس el-tyres اللي هي هذي الاطارات el-bedals هنا تمام هاي انت لازم كلها تنتبه لها موجودة بدراجتك الهوائية two wear a helmet ارتد يخوذ if you have an accident you must protect your head this is very important اذا انت تعرضت الى حادث يجب ان تحمي رأسك فلهذا هذي جدا ممر يعني لازم تلبس خوذ three check your tires افحص اطاراتك tires should be hard not soft الاطارات يجب ان تكون صلبة وليست ناعمة يعني تلزمها من المس يكون قوي يعني مو لين four check your brakes افحص مكابحك brakes are very important because sometimes you need to stop quickly المكابح جدا مهم لانه في معظم الاوقات انت تحتاج الى ان تتوقف بسرعة you can't stop it if your brakes don't work well انت لن تستطيع ايقاف دراجتك اذا كانت مكابحك لا تعمل جيدا new vocabulary المعاني الجديدة magazine مجلة bike دراجة bike riding ركوبة الدراجة الهوائية fun ممتع healthy صحي remember تذكر toy لعبة follow يتبع rules قواعد breaks فرامل handlebars المقاود مفرد كلمة مقود يعني هو هذا اللزم seat مقعد tires الاطارات pedals دواسات helmet خوذ now we come to lesson 7 check my understanding read stay safe on your bike again and tick yes or no here we have two exercises خلي نشوف كل واحد منهم شنو يحتوي check my understanding خلي نشوف إذا أنت فهمت read دواسات دواسات your bike again and tick yes or no يعني تقرأ مرة أخرى كيفية ابقائك آمن على درجاتك الهوائية ومن ثم تجيب على هذه الأسئلة هذه يعني تعتمد عليكم number number one our teacher said that bikes are the best toys معلمنا قال بأن الدراجات هي أفضل لعبة إذا كان جوابك بنعم تخلي tick على yes وإذا كان جوابك كلا تخلي عن no two it's easy to ride a bike because there are no rules إنه من السهولة ركوب الدراجة لأنه لا توجد قواعد لركوبها three you should always check your bike before you ride it أنت يجب بأن تفحص دراجتك قبل ركوبها four wear colorful clothes when you ride your bike ارتدي ملابس ملونة عندما تركب دراجتك five your head is the strongest part of your body رأسك هو أقوى جسم هو أقوى العظ هو أقوى عضو في الجسم six cars can always see you when you are on a bike السيارة دائما تستطيع رؤيتك عندما تكون على دراجة seven it's good to talk to friends when riding your bike إنهم جيد التحدث مع أصدقائك عندما تركب الدراجة eight don't hold things in your hands when riding your bike لا تمسك الأشياء عندما تركب دراجتك nine you must have good brakes on your bike يجب أن يكون لديك برامل أو مكابح جيدة لدراجتك find the correct noun of the verb and circle it بس نجعل هذا exercise للآخر يقول لك اختار الاسم الصحيح للفعل ومن ثم وضع دائرة حوله number one you must be careful when you slice onions or oil with a sharp knife أنت يجب أن تكون حذر عندما slice نحن نعرف شنو معنى slice عندما تقطع onions or oil with a sharp knife أنت شنو اللي تقطع البصل لو الزيت with a sharp knife onions very good زيان number two you must peel an orange or the bread before you can eat it أنت يجب أن تقشر peel means يقشر orange البرتقال لو الخبز قبل أن تأكله وإحنا شنو اللي نقشره orange very good البرتقال اللي يتقشر three grade the tomatoes or the cheese before you put them it on the pizza شنو إحنا grade grade means يصر صر صر شنو اللي صر إحنا الحملية صر اللي شنو نسويها على الأجب very good the cheese grade the cheese before you put them لو eat it very good لأنه مفرد put it on the pizza yes four my sister's bread the olives or the butter on the sandwich أختي تفرش يعني تنت شو يعني هي بس يتفرش هنا جايب ما معنا الزيتون fried pizza in the oven or the fresh to bake البيزة على مود تنطبخ وننخليها بالأوفن بالفرن لو بالثلاجة in the oven yes seven you can mix ice cream or honey with tea to make a drink for a caffin cold أنت تستطيع بأن تمزج l-ice cream يعني بما معنا المثلجات or honey أو لو العسل مع الشاي لصنع مشروب للسعال والبرد شنو اللي هو الحني شاي وعسل eight it is not healthy to add too much orange juice or sugar to your tea or coffee إنه ليس من الصحي إضافة الكثير من عصير برتقال لو السكر إلى شايك أو قهوتك yes شغر إنه ليس صير نضيفه واي كمية كبيرة من السكر للشاي والقهوة yes now we come to the activity book find the wrong spelling in each sentence underlined and write it correctly إنا عدنا كلمات مكتوبة بترتيب خطأ ونعيد كتابة الكلمة تمام طينية يعني كاتبة بطريق خاطئ spelling مات غلط number one my mother منطقين هنا دادة تقري كبسة delicious cakes من هذه الحروف المخربطة شنو ممكن نصنع إياه كلمة delicious cakes cakes يعني أم مش يستوي الكيك من هاي الكلمة شنو ممكن نطلع منها bakes yes number one إذن bakes تطبخ يعني تعجن الكيك yes number two honey and lemon they seem to how tea is good for calves and gold and gold سين هنا دكسي مش هاي الكلمة هاي الكلمة مكتوبة بطريقة خاطئة زين شنو الصحمالة هزي هنا مكتوب العسل والليمود شنسويهم وفراغ يعني يعني بما معناه فراغ للشاي الحار وأنه جيد للسعال والفلاونز شصير صير mix yes very good يعني تمزج أو تخلط mix means يمزج أو يخلط yes number three first you should slice the tomatoes and cucumbers أولا أنت يجب أن شوفوا لي هاي الكلمة اللحظوها غريبة الطماطئ والخيار سين شنو هاي الكلمة اللي هي slice yes يعني تقطع yes number four before you start cooking قبل أن تبدأ بالطبخ you should sow your hands سين شنو هاي الكلمة الغريبة أنت ش يسوي اليديك قبل الطبخ قبل لا تبدأ مثلا تطبخ wash yes يغسل number five you must leave an orange before you can eat it شنو هاي الكلمة غريبة ش نسوي إحنا البرتقال قبل لنا أكلها peel yes ما معناها يقشر yes number six in this bar in this bar in this bar the better thinly on the bread شوفوا لها كلمة غريبة عش نسوي للزبدة على الخبز we spread means يعني بما معناه يفرش يعني هي شي يفرش الزبدة على على الخبز yes exercise d read the odd word اقرأ واعمل دائرة على الكلمة الغريبة هنا عدنا يعني منطيني اربع كلمات من كل مجموعة نطلع على الكلمة الغريبة نشوف ان هذه الكلمة تختلف عن هذه الكلمات لا تنتمي لنفس جنس الكلمات نجي نبرو منطيني ابل تفاحة orange برتقال cherry شنوه كرز potato اللي هو بطاطا شنو هنا المختلف potato yes why because potato isn't a fruit yes two sauce pan knife fork spoon قدر knife سكين fork showcase spoon ملعقة ازيان هنا شنوه كلمة الغريبة بينه sauce pan why سنعرف why خلينا اخذ اسباب بالexercise اللي بعد عود ازيان number three bread خبز tomato طماطن cucumber خيار onion بصل شنوه كلمة الغريبة هنا bread yes الخبز fork face وجه hair شعر wash يغسل hands يد شنوه كلمة غريبة بينه اللي هي wash يغسل yes number five great great شنو great sir cheese جبن slice يقطع peel يقشر ليه شنوه كلمة غريبة هنا cheese هنسا خلينا نجي نعرف السبب ليش اللي هو exercise number one يقولك it is the odd word because zenta fruit اللي هو potato number one احنا اختارينا potato ليش لانها ليست فواك زيان number two it is the odd word because you can't eat food with this انها الكلمة الغريبة لانك لا تستطيع اكل الطعام معها ليش سوس بان القدر لانت مدقدر بالقدر تشيل الطعام يعني مو مثل نايف تقطع او الشوك او الملعقة تمام فلهذا هي كلمة الغريبة زيان number three it is the odd word because it isn't a vegetables number three يقول انها الكلمة الغريبة لانها ليست خضروات ليش نختار لانها bread لان طنوية طماطم خيار وابوصل اذا number three احنا اختارين لانها bread yes number four it is the odd word because it isn't a part of the body انها الكلمة الغريبة لانها ليست عضو من الجسم number four احنا شنو اختارين ووش يغسل يغسل لان بقيش منطن منطني شعر وجه هذه كلها اعضاء من الجسم اما يغسل فهي فعل زيان number five it is the odd word because it isn't a cooking verb انها الكلمة الغريبة لانها ليست فعل طبخ ليش نختار انها تشيس منطني كلمات يقطع يصور يقشر وجبن بينه جبن هي الكلمة الغريبة yes now we have reached to the end of our lesson for today sadly the time has come to say goodbye I hope you have enjoyed my lesson and get benefit from it مع الاسف الان وصلنا الى نهاية درسنا لهذا اليوم اتمنى تكونون استفاديتوا واستمتعتوا لدرسنا لهذا اليوم have a nice day goodbye